بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الهاد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة المؤمنون في هذا اليوم المبارك وفي هذه الأيام وهنئكم بقدوم هذا العيد سائلنا الله تعالى أن يجعله عيد خير وبركة علينا وعليكم جميعا وأقول لكم كل عام وأنتم بخير ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات كما أرفى إلى حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الأمين والأسرة الهاشمية أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة عيد الأضحى المبارك هذا العيد الذي يأتي بعد أداء فريضة من فرائض الإسلام ويأتي بعد أداء شعيرة من شعائر الإسلام قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون لا شك أن العيد فرح للمسلمين والمسلمات للطائعين والطائعات للقانتين والقانتات للعاكفين والعاكفات للراكعين والراكعات هذا يوم فرح للمسلمين والمسلمات يأتي أيها الإخوة بعد أن أدى المسلمون فيه فريضة الحج ووقفوا على عرفات وطافوا بالبيت العتيق وهم خاشعين لله تعالى ملبين استجابة لأمر الله عز وجل ولدعوة إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ظامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنحام يذكر اسم الله في أيام معلومات هذه الأيام يوم العيد وأيام التشريق هي أيام ذكر وأيام طاعة وأيام عبادة يتقرب المسلم فيها إلى الله عز وجل وهي أيضا أيام فرح وسرور للمسلمين الطائعين عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يلعبون في يومين يعني يفرحون ولهم مواسم في يومين فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذين اليومين ما هذين فقالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى ويوم الفطر يأتي بعد أداء ركر من أركان الإسلام يأتي بعد فريضة الصوم ويوم الأضحى يأتي بعد أداء فريضة الحج أي أن الأعياد في الإسلام هي أيام فرح وسرور لأن الله تعالى تفضل علينا وامتن علينا بمواسم الخير برمضان الذي يخرج المسلم منه كيوم ولدته أمه يخرج طاهرا نقيا من الذنوب من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه والحج من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أيضا من لم يحج من لم يذهب إلى بيت الله تعالى حاجا صيام عرف لوحده يكفر سنتين سنة ماضية وسنة مستقبلة واليوم نحن نعبد الله تعالى بمزيد من العبادات والشعائر والطاعات ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء مع أبي بكر إلى بيت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنهما وجدها عندها جاريتان تغنيان وتضربان بالدف فنهرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أما زامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا بكر دعوهما تركهم فإنه يوم عيد وفي اليوم فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا أيها الإخوة هذا عيدنا هذا عيد المسلمين هذا يوم فرح للمؤمنين والمؤمنات يظهر الإنسان معالم الفرح في هذا العيد والطاعة في هذا العيد يفرح برحمة الله عز وجل يفرح بالمغفرة يفرح بالعتق من النار يفرح لمعاني العيد ولذلك الإسلام شرع لنا في أيام العيد أحكاما هذه الأحكام على سبيل المثال لا يجوز الصوم في يوم العيد وأيام التشريق أيام التشريق اليوم الثاني والثالث والرابع من أيام العيد يعني اليوم الأول بعد يوم العيد والثاني والثالث تسمى أيام التشريق قالوا وسميت أيام التشريق لأن العرب كانوا في هذه الأيام يشرقون اللحم يعني لحوم الأضاحي التي تذبح الهدي في الحج كان العرب يسلكون طريقة لتجفيفها وحفظها إلى ما بعد ذلك فكانوا يسلكون طريقة معينة فسميت بأيام التشريق وتسمى بأيام منا والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيام منا أيام أكل وشرب ترجمة نانسي قنقر